ومعنا هنا في الستوديو وزير الصحة دكتور غازي الزبن أهلا بك دكتور دكتور يعني بداية عضو مجلس نقابة الأطباء كما سمعت قبل قليل هشام الفتياني قال للمملكة إن بيئة وزارة الصحة هي بيئة طاردة للكفاءات الطبية مقارنة بقطاعات الأخرى ما ردكم السيد أولا مساء الخير ما تكلم فيه الزميل صحيح لكن أنا الأوان أن نجعل هذه البيئة الطاردة بيئة جاذبة نحن لدينا مشكلة حقيقة في وزارة الصحة مشكلة كبيرة وهذه كما تفضل الأخ أو الدكتور الفتياني قبل قليل تراكمات سنين لكن لا يجوز أن نقف الآن الآن أنا الأوان أن نصحح هذا الوضع المتراكم لمدة طويلة نحن في وزارة الصحة مشكلتنا الحقيقية هي في الكوادر الطبية المدربة ولك أن ترى أن في وزارة الصحة ما فيش عندنا طبيب قلب تداكل إلا واحد ما فيه عندنا جراحة دماغ أو أعصاب إلا ثلاثة واحد منه أجاني قبل أسبوع وترجيت ورجى أنه يبقى لما نرتب الأمور ما فيش عندنا إحنا طبيب أعصاب إلا واحد هذا للمملكة كلها ما فيه عندنا أيضا جراحة صدر إلا اثنين ما فيه عندنا جراحة أوعية دموية إلا واحد وأنا أعرفهم بالاسم هذا الحقي لا يجوز أن يستمر إحنا الآن قلنا طبعا شو السبب الأخ قبل شوي بيقول يعني هي كطيور المهاجرة مشان تحصل الوقت صحيح لكن الوطن إلا عليك حق إحنا وزارة الصحة هي تدرب هؤلاء الطباء ويجب أن يبقوا فيها فترة كافية حتى ينهي التزامه اللي بيصير وأجيب لك مثال ساطع مديرية القدمات الطبية مشكورة دربت 15 طبيب قلب لم يبقى منهم إلا واحد هو الدكتور حسين العمرات وهذا ليس سراً ممكن جوزي يسمعني الدكتور حسين الآن أنا إيجاني قدم استقالته وأنا ترجيته قلت له يا دكتور حسين كذا وخجل مني وهو رجل يعني له كل الاحترام والتقدير الوحيد اللي بقي هل يعقل هذا الحكي؟ لا يعقل لقيا نشأل إحنا أخي الكريم إحنا دربنا 2800 واحد في مختلف الاقتصاصات الدقيقة لم يبقى منهم إلا 641 يعني 78% منهم لم يبقوا في الوزارة طيب وأنا بقول لك إيها بكل صدق وأنا عندي الملفات كاملة جزء كبير منهم لم يكلف نفسه حتى يرجع على الوزارة أو حتى يقدم استقال ترك أصبح فاقد وظيفة هذا الحكي لا يعقل وهذه الشروط التي يقولون عنها أنها مجحفة هي موجودة لكن هل هي بالفعل مجحفة؟ بحق الأطباء؟ أنا ما أشوفها مجحفة أبدا أنا شخصيا أنا أكل كريم ما بدي منه فلوس كوزارة الصحة أنا ما أتكلم كغاز الزبن إحنا وزارة الصحة ما بدها فلوس وزارة الصحة بدها التزان أنت تتدرب السنة بسنتين والتخصصات الفرعية السنة بثلاث سنوات وهذا معمول فيه في كل العالم بيقول للأخ الكريم أنه بالنسبة لشهادة مبارسة المهنة نعم لأنه الشيء الوحيد اللي بيمسكه مشان ما يطرع اللي هي شهادة مبارسة المهنة أنا بعطيه شهادة مبارسة المهنة للبقاء في وزارة الصحة ينهي التزامه وإحنا بنقول له الله معاك وماذا عن بند 90 ألف دينات؟ ما فيه بند 90 ألف هو يقعد يكمل فترة الالتزام تبعه وإحنا ما عندنا مشكلة إحنا ما بدنا فلوس ولا فلس أحمر بدنا منه إحنا بدنا يلتفي يلتزم ب أن يبقى المدة التي وقع عليها اللي هي الضعف بمعنى في التخصصات العامة الكبرى يعني السنة بسنتين والتخصات الدقيقة مثل جراحة القلب جراحة الصدر جراحة الأوعية الدموية السنة بثلاث سنوات وبعدين أنا بدي أقول يعني خليهم يشوفوا عقد الجامعة الأردنية أو عقد الخدمات إحنا مستعدين حتى أقل منه أما لا يمكن أنه والله إحنا بندربه من هون وزارة الصحة يجب أن تبقى مقر وليست ممر أخي الكريم هذه مصلحة المواطن أنا ليست سر حتى كل الدولة الأردنية تعلم بما هذا الحكий أنا جئت الآن لأرتب هذا الوضع الذي لا يقبله المواطن المواطن بيجيني من إربد بيقول لي أنا بدي قلب أقول له ما عندي بيجيني بالعقبة بيقول لي ما عندي بيجيني من الصلط بيقول له ما عندي شو بدي أقوله أنا بدي أقول له الشباب والله بيتدرب من عندي بيظلوا دارين ظهروا مرايحين هذه هي الحقيقة هذه حقيقة ساطعة وأنا بحكي لك بالأسماء وبالملفات وبالأرقام نعم دكتور يعني هل ترى فيه مطالب نقابة لطباء هل ترى فيها شيء من الواقعية وهل هي مشروعة يا سيدي إحنا أنا كوزير صحة أطلع على المشهد من جانبي أطلع على المشهد مصلحة المواطن وأطلع على مصلحة أيضا الطبيب هم بيقولوا الإخوان الأعزاء بيقولوا أن القطاعات الأخرى رواتبهم حقيقة موضوع الرواتب ما فيه إشكال هو الإشكال بالحوافز الحوافز في الخدمات الطبية وفي الجامعات الأردنية سواء الجامعة الأردنية أو الملك المؤسس تتأتى أخي الكريم من وزارة الصحة كيف يعني أنا ما في عندي هذه التخصصات فأنا أبعثها للمدينة الطبية فيستوفر رسومها ولذلك حوافز الأطباء وأنا ابن الخدمات الطبية وأعتزى أنني كنت ولا أزال يعني حلاقتي مع الخدمات الطبية الممتازة هؤلاء الأشخاص يأخذوا حوافز من الفلوس اللي بتيجي من وزارة الصحة لو كان عندنا هاي الاكتصاصات المختلفة لما لا ارتفعت دخول الأطباء لكن هم يعني ما بعرف الصحيح يعني أنا بهذه الطريقة لا تبني البلاد يعني ألن يتم دراسة موضوع الحوافز وتهيئة البيئة المناسبة للأطباء لممارسة عملهم يا سيدي أنا بحكي لك الحوافز الحوافز في الخدمات وفي المستشفيات الجامعية تفرق عنها لأنه معظم المنتفعين في وزارة الصحة اختصار شديد يعني يعني واضحة الأمور وبالتالي هم يعني في قضون كم سنة هاي المئة وعشرين مليون ومرة تصل إلى مئة وقمسين مليون ترجع على وزارة الصحة فتكون وزارة الصحة قادرة على أن ترفع الحوافز للأطباء يعني واضحة وضوح الشمس بس هما بيقول لك أنا ما بدي أنا بقولها على الملأ يلتزم في المدة وما بدنا منه ولا فلس أما هو ما بده يلتزم بالمدة وما بده يدفع وبده يتدرب كيف ما بتزبط هاي والمواطن أنا حضرتك ووالدتك وأختك وأخت أي مواطن بتيجي آخر النهار بتقول لك أنا بدي أتعالج ومن حقها طيب أنا منين أجيب لها نعم طب هل توصلتم مع الأطباء لبحث مطالبهم؟ نحن تواصلنا مرارا وأنا حتى بعد بكرة يعني يوم الاثنين نحن بكرة راحين إن شاء الله على الرمثة بصحبة معالي الرئيس الديوان الملكي يوم الاثنين أنا الساعة واحدة في اللقاء بينهم لكن أنا واضح الأمور أمامي أخي الكريم هذه مصلحة وطن ليست مصلحة غاز الزبن وليست مصلحة تيسير الفتياني هي مصلحة الوطن يجب أن تنظر إلى الأمور بهذا والذي يقول لك تسعين ألف ومئة ألف هذا الحكي غير صحيح أنا بدي إرتزام أنا بدي إرتزام أنا بدي يكمل مدته الزمنية وبعدين الله معاه وبنبوسه على راسه أما أنه يجي هو بده يتدرب وما بده يدفع فلوس وما بده يقدم يعني الله ما قال لهذا الحكي طيب دكتور يعني الاكتظاظ الذي تحدث عنه الأطباء في المستشفيات الحكومية ملموس لدى الجميع يعني ما الحلول بهذا الشأن؟ سيدي الحلول أن يكون في عندك الطباء مدربين ويتكون عندك كوادر طبية الحل واضح إحنا الآن إحنا الآن في عندنا مستشفيات يعني إحنا بشهر إن شاء الله شهر سنة هاي 2019 في أواخرها سيفتتح مستشفى الصلط الجديد وهو من أحسن المستشفيات 500 سرير مستشفى بسمه الجديد في إربط 660 سرير طيب إذا الشباب ما قاعدوا وما تدربوا وما كانت الكوادر الطبية كيف إحنا بدنا نشتغل؟ نعم يعني دكتور في مقابلة لقناة المملكة مع مدير مستشفى البشير محمود الزريقات قال أنه معليك أو عزت بدراسة توسعة قسم الخداج في مستشفى البشير وأن الاتفاق تم على تزويدهم بتسعة عشر حاضنة نعم بنفس الوقت قال أنه هذه العدد من الحواضن لن يحل مشكلة القسم ما الحلول؟ سيدي الحلول إحنا الآن تعرف الطب قاعد بتطور يعني الخداج مكلف جدا ولذلك في القطاع الخاص وحتى القطاعات الأخرى يعني عدد قليل جدا يعني مقارنة بما هو في وزارة الصحة إحنا رايحين نرفع العدد قدر المستطاع يعني إحنا الآن يعني بصدد تقريبا نجيب مئة حاضنة جديدة بس هي الإشكال نجد لهم يعني موقع مناسب تعرف هذه لازم فيها إلى مواصفات معينة قريبة من بعض في غازات طبية في كذا إن شاء الله يعني الأمور في قضون السنة سنزيد هذه إلى مئة حاضن إن شاء الله نعم دكتور يعني في سؤال أخير أكبر البشكلات التي تعاني منها المستشفيات الحكومية بالأردن ما هي؟ وما هي الحلول المقترحة لحلها؟ أكبر المشاكل الواضحة هي الكوادر الطبية الكوادر الطبية وكيف سيتم حل هذه المشكلة؟ بهذا الكلام اللي احنا بنحكي فيه نعم إذن معالي وزير الصحة الدكتور غازي زبن شكراً تسمح لي لا إذا سمحت تفضل أخي الكريم أنا اليوم وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت يعني أنه أنا حكيت حكي عن أهلنا في الرويشد حكي وحقيقة هذا الأمر عاري عن الصحة أنا تكلمت في شيء عن جهاز أم أراي أو الرنين المقناطيسي في الرويشد وقلت أنه يعني فهم أنه أهل الرويشد لا سمح الله لا يستحقون أنا ابن البادي أنا ابن البادي الأردني وكنت نائب في مجلس النواب الأردني وأنا الوزير الوحيد في تاريخ وزارة الصحة اللي رأى على الرويشد وشفافة بس اللي صار في معرض الحديد في مادبة وهذا يجزئ منه فطالبوا فيه جهاز رنين المقناطيسي فأنا قلنا لهم يعني إحنا فيه بالأردن فيه أجهزة رنين المقناطيسي أكثر من بريطانيا فضربت مثال قلت مثلا أن أخبانا في الرويشد جايهم جهاز رنين المقناطيس وأنا قلت ما قلت إش لا سمح الله أنه ما بيستهلوا قلت هناك ما بيقدر يعمل لأنه هذا بده كوادر بشرية مكتلفة بده جراحين دماغ وعصاب اللي أصلا إحنا ما موجودين طب لماذا لايدا توفيرها لهم هاين بنحكي في هذا الموضوع فأنا اللي بدي أحكي المظبوط أنه أنا أبدا أنا أحترم أبناء الرويشد وأحترم أبناء وادي عربة وأحترم أبناء الأردن كافة وإذا فهمت في غير سياقة فأنا أعتذر عن هذا الموضوع نعم إذن معالي وزير الصحة دكتور غازي الزمن شكرا جزيلا لك تقول لأمرك شكرا إليك شكرا